بسم الله الرحمن الرحيم. بحقيقة معاكم السيد دكتور ممدوح رفاعي السيد دارات العمال بالكلية. والمكلف بتدريس بحوص العملات في الإدارة جزء إدارة العمال اللي عليه خمس درجات. وطبعا يهمني ان انتوا ممكن تتواصلوا معايا بكل سهولة عبر الموقع الالكتروني بتاعي اه www.dr.dashman.com وفيه اه ممكن تتواصل معايا اه عبر هذا الموقع في حاجتين اول حاجة الفيسبوك وده رابط الفيسبوك موجود على هذا الموقع وتاني حاجة الايميل بس انا يعني افضل الفيسبوك لان الايميل مخليه اللي هو موجود على الموقع اللي هو في الصفحة الاولى في الموقع اللي هو جيميل يعني مخليه لطلبة الدراسات العليا. اه الموضوع او الدرجات بتاعتنا خمس درجات من عشرين درجة يعني لها ربع مادة. وانا اشارك او يشاركني زميلي الاستاذ الدكتور متحة عبدالعال اه في الكتاب اللي هو الصغير اللي معاكو اه جزء الاحصى وانا معاه جزء الادارة يعني انا خمس درجات وهو اه خمس درجات. مختويات اه جزء الادارة في الكتاب المتاح معاكو يا جماعة اه خمس فصول فاصل اول ما نجيه ستة سجمة التاني الاساس الاحصائي لستة سجمة التالت نماذج المحاكاة الرابع تخطيط الدخيل المصنع الخامس نظرية صفوف الانتظار وهذه الفصول هتكون متاحة معاكو اه وقمت بالشرح اه على الباوربوينت وتوضيح الصوت عليها اه شكل الامتحان في الجزء الخاص اه بيه سيكون اختيار من متعدد اه زي ما قلتلك ليه خمس درجات من عشرين مسلا اختر الاجابة المناسبة للسؤال من هذه الاجابات واكتب رقم السؤال ورقم العبارة المختارة فقط في وراك الاجابة اه تعرف ستة سجمة في عديد منظمات على انها مقياس لايه يجاهد من اجل الوصول لحد الكمال للفعالية واللكفاءة واللكودة والكمية هتشوف انت الكلام ده في اه اه وايضا في الشرايح اجيب على العبارات اه رقم واحد ورقم اتنين وحلية التمرين التالي طبعا ده ممكن اجيب لك تمرين في سرعة عبارات اه في محاطة خدمة لغسيل اه وتكفيز السيارات بسرعة اوتوماتيكية تسار كزيلة عملية مع قناة واحدة اه خمس دقائق وصباح يوم الجمعة تصل السيارات بمعدل ثماني سيارات كل ساعة اه لما نحسب بقى هذا التمرين اه المعدلات بتاعته ونحله هنجد ان متوسط عدد السيارات في الصف يسوي ايه هل يسوي الف ولا بيه ولا ته ولا فيه والمعدل التانية متوسط الوقت الذي تخضيه السيارات في الصف وفي الخدمة هل هو الف ولا بيه ولا ته ولا فيه تكتب لي الاختيار المناسب بعد ما اتحل بالطريقة المناسبة لهذا الجزء وكل العملي ينطبق عليه هذا المبدأ سواء كان المسائل العملي اللي موجودة في اه المحكاة او المسائل العملي الموجودة في اه التخطيط الداخلي للمصنع يعني ممكن اجيب لك مسألة وعليها عبارات اه اختيار متعدد بهذا الشكل وانت تحل المسألة عادي خالص وتجاوب لها العبارات شكرا حضرات وربنا وفاقكم ان شاء الله